يمكن أكبر خبر كان على الساحة خلال الأسبوع ده قضية التجسس اللي كان بطلها أحد رؤساء المخابرات السابقين وخبرنا بيقول كمبيوتر بعشرين ألف يورو تفاصيل جديدة حول شبكة التجسس النمساوية لصالح روسيا الموضوع ده انتشر سريع ويمكن كان فيه ردود أفعال من مختلف الأحزاب كان على أثرها طبعا أنه خرج علينا كارل نيهاما واللي بيطالب بتوسيع صلاحيات المخابرات اللي موجودة في النمسا تعليق حضرتك على الخبر استاذ ممضوع صراحة يعني ما لاسف تعتدنا بالنمسا على ما يبدو أنه كل فترة أخرى لازم يكون فيه قضية تجسس لازم يكون فيه قضية عمالة لازم يكون فيه عملية ابتزاز مالي لازم يكون فيه دائما طبعا يعني صراحة خيانة ما ولكن دائما عما يكون المستفيد هو واحد ألا وهو الجانب الروسي هذا سؤال صراحة كتير كبير استاذ ممضوع ليش النمسا دائما عما تتجه هذا المنح وليش عم نسمع دائما أخبار من هذا النوع الوزيرة كارين كنايس الوزيرة الخارجية النمساوية السابقة بعهد الحكومة التركيز والأزرق اللي امتدت من تقريبا 2017 لـ 2019 وانتهت بفضيحة سياسية طبعا لكان لروسيا أصبع فيها الوزيرة اللي حاليا موجودة والتي تعيش فيه روسيا ضابط المخابرات النمساوي والذي اكتشف أنه قام بتسريب أو ببيع معلومات إلى روسيا أو إلى موسكو عبر جهاز أو مقر ما موجود في برلين من خلال جهاز كمبيوتر الوزيرة دي اللي حضر فرحة موتن طبعا لجي مخصوص وحضر فرحة نعم حفل الزفافة وزيرة الخارجية وزيرة الخارجية بس ليست هي المعنية بهذا لا هي مش معنية نحن نقول أنه في عنا عدة حالات بصراحة جميعها تصب في الصالح الروسي هنا المشكلة بصراحة فهذا جهاز جهاز يعني كان مرة سلاس أشخاص من أهم أفراد المخابرات النمساوية على أن يبدوا برحلة قارب ومعهم هواتفهم فهذا القارب انقلب فسقط السلاس أجهزة هواتف خاصة فيهم بالماء فلياسمه أوت هو فعليا قام بأخذ هذه الأجهزة وإرساله إلى مركز صيانة ليقوم بصيانة هذا الأجهزة يعني هيك كما قيل وأشيع وتم تسريبه على الصحافة وقام بعد أن حصل على هذه الأجهزة قام بالاحتفاظ بنسخة بنسخة احتياطية عن كافة محتويات هذه الأجهزة على جهاز كمبيوتر وهذا جهاز الكمبيوتر قام يقال أنه قام ببيعه أو محاولة البيع صراحة التقيقات ليست غير واضحة ما في معلومات أن محاولة البيع لطرف في برلين ووصولا إلى موسكو وفي نفس الوقت شركة ويركارد الألمانية القابضة والتي أيضا رئيسها يلاحق الآن وهو أيضا هارب هارب في موسكو وأيضا المعلومات الإضافية اليوم خرج علينا سيدة سيجمالد موار رئيسة كتلة نادي البرلماني في حزب الخضر تقول أن حزب الحرية يقوم أو يريد بيع النمسا إلى روسيا متهمته بالخيانة متهمته بالعمالة يعني أستاذ ممدوح بصراحة هذه الأخبار مدى صحتها من عدم صحتها مدى جديتها من عدم جديتها مدى فاعليتها من التطخيم الإعلامي الذي دائما يسبق ماذا؟ الانتخابات الانتخابات دائما هي المحور والمعالج وهي رائدة القبان بصراحة في كل هذه المعادلة طبعا الأيام المقبلة حبلة بالمفاجآت السيد نيهامر دعا إلى مؤتمر أمني من المستوى الرفية في التاسع من إبريل يعني يوم الأربعاء المقبل أعتقد نعم وبناء على هذا الشيء سيكون هناك بعض القرارات طبعا السيد نيهامر أعتقد في خبر لاحق أو سابق سيكون عندنا قال أنه يريد يريد تشديد مراقبة الجهات الأمنية لتطبيقات بعض تطبيقات الهواتف مثل انستجرام تيليجرام التطبيقات المشفرة حتى نستطيع تشديد جهاز المقابرات الدولية على مستوى النمسا مقصر طبعا بعد أن دعت السيدة المزاديتش من وزيرة العدل من حزب الخضر أيضا إلى تشديد قانون التجسس والذي هو فعليا حكمه من سنتين إلى خمس سنوات يعني للدرجة دي ألمانيا والنمسا مخترقة من أجهزة المخابرات الروسية اللي تخلي الموضوع يعني يمتد شبكة التجسس دي تمتد من برلين ريفينا استاذ ممضوح القضية ليست قضية أنه ما بعرف سؤالك أنه لماذا يوجد يعني بقولك للدرجة دي أجهزة المخابرات في ألمانيا وفي النمسا هي أجهزة يعني بصراحة فعلا سؤال مخترقة بهذا الحد من جهاز المخابرات الروسية يعني تخيل يعني داروا يجندوا رئيس مخابرات نعم نعم يعني تخيل وقابل مبلغ 20 ألف يورو يعني صراحة فيه 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 أمور غير واضحة ممكن يكون الأمر عبارة عن تضخيمات يعني نحن من يتابع أشياء النمساوي يلاحظ مرارا وتكرارا أن كل مرة يخرج علينا الإعلام بفضيحة ومصيبة وقضية المستشار سيباسيان كورس المابرش وآخر شيء بتلاقي من خلال المحكمة والتحقيقات بينحكم عليه سنة غير قابلة للتنفيذ يعني مع موقف التنفيذ عفوا يعني تعودنا دائما على التضخيم الإعلامي فيه النمسا والأخبار الكبيرة الخالية المحتوى كالبوالين يعني بدبوس واحد بتلاقيه فرقع وانفجر وفعاليا انتهى فحتما الأيام المقبلة خاصة بعد المؤتمر الأمني الذي سيعقد في التاسع من أبريل الأربعاء المقبل فعاليا لربما سنشاهد بعض الأمور الجديدة وأيضا ما يقولها السيد نيهامر المستشار النمساوي أن تشديد مراقبة الهواتف هذا له ما له وعليه ما عليه ده خبرنا اللي هو دواء اللي هو بيدعو لمنح المخابرات صلاحات موسعة صحيح بعد فتحة التجسس بس انت شايف ان ممكن بالقرارات او الخطوات اللي تتخذها الحكومة الحاجات اللي بيطالب بيها نيهامر هل دي ممكن مع وجود هذا الكم من الاختراقات لجهاز المخابرات الروسي وده يمكن مش النمسا وألمانيا ميشيل وحيدة في أوروبا هل بالقرارات دي يمكن الحد من عملية الاختراق ضيفه من وقت نترك والله ممكن جدا السادس ممدوح اليوم اليوم بصراحة يعني اليوم حتى كلمة التجسس يعني بينه بينك اختلفت معاييرها اختلفت اختلفت عن السابق يعني سابقا كان يجي واحد معه شانتاي ومعه شوية تورا يعطيها للآخر والتاني عرفتش لون وتنتهي القضية اليوم هذا الموضوع انتهى اليوم اليوم من خلال الهواتف من خلال الاعلام من خلال الميديا من خلال الالاف الوسائل المتاحة بين ايدينا يتم التنصط ويتم المراقبة ولكن التطبيقات الضخمة العملاقة مثل تطبيق الواتساب تطبيق الفيسبوك تطبيق تويتر يعني تطبيقات التي فيها مستوى المراسلة مشفر بشكل عالي جدا هذا يستحيل الاختراقها لأنها شبكات دولية طبعا وبالتالي وبالتالي عندما قال نيهامر وقبل وقالها كارنر وزيرة الداخلية قال يجب ان نعمل على مراقبة هذه الوسائل حتى نستطيع نستطيع مراقبة حالات التجسس كما قالت السيدة المزادتش لا نريد ان نمسى دولة التجسس ومعروفة في ان معروفة في ان ان هي تستضيف مبارفة ديش ستمائة تجسوس حول العالم او اكثر بحكم فيها المؤسسات الدولية بركان المتحدة كل مخابرات العالم كل مخابرات موجودة في النمسا بسبب الحماية القانونية للجواسيس في النمسا لا يسمح لك ان تتجسس على النمسا ولكن يسمح لك ان تتجسس على دولة اخرى من النمسا من خلال النمسا